مجموعة شباب بتدخل على الغاب عشان يكتشفوا سيرك مرهب جدا لكن للأسف ما يعرفوش ان هو ممكن يكون السبب في موتهم أصلا وكمان بتظهر وحوش مرهبة جدا وبيبدأ الفيلم سنة 1983 في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وبنشوف مجموعة شباب مع بعض على قمة الجبل وده عشان يحتفلوا بالهالوين الناحية التانية بنشوف شاب اسمه فان مع حبيبته جيني والوضح ان علاقتهم مع بعض مش أحسن حاجة وكمان بيشوف سامة اللي بتعرض للتنمر دايما من صحابه وهنا فان بيعرفوا انه ممكن ينضم ليهم في الحفلة بتاعت النهاردة لكن الأول لازم ينفذ الشرط بتاعهم وان هو يدخل على الحديقة بتاعت المهرج جينجر بنعرف ان هي مهجورة من سنين كتيرة بسبب اللي حصل فيها وان هم اكتشفوا أكتر من خمسين شخص ماتوا في عرض من العروض بتاعتهم والحد دلوقتي محدش فاهم اللي حصل بالزبط يومها وان هو قدامه ساعتين بس مش أكتر عشان يعمل المهمة دي ويرجع لهم مرة تانية وهنا جيني بتعرف ان سام ممكن يتعرض للموت فبتروح وراء عشان تلحقه بسرعة قبل ما يوصل بعدها على طول بتفضل تنده على سام عشان يشوفه طريقة للخروج من هنا غير الطريق اللي واقف فيه حبيبها وبتعرفه ان ده الطريق الخطر جدا ولازم يسمعوا أصوات غريبة وهنا بيعرفوا ان هي جاية من المهرجين فبيكون عندهم فضول يعرفوا اللي بيحصل بالزبط وبيدخلوا على السيركل الأبد وهنا الأنوار بتشتغل لوحدها بعدها الأصوات بتعرفوا من هما مش يخرجوا من هنا عاشين أصلا والرعبة كمان هيبدأ كمان شوية فبيعرفهم ان دي أصوات متسجلة مش أكتر وده عشان يخوفوا الناس وبيكون سام عنده فضول يعرف اللي بيحصل فبيفضلوا ماشين في السيركل وحدهم وبيشوفوا تمثال قدامهم لكن بعد لما بيدخلوا على المكان ده بنشوف ايد مرعبة بتمسح التمثال وبنعرف انه كان فخ ليهم بتبدأ الفقرة قدامهم وبيسمعوا صوت حد بيعرفهم ان هما للأسف هيموتوا النهاردة لأنهم بيكرهوا البشر وكمان بيأكلوهم ويتغزى عليهم وطبعا الكلام ده بيجو يفرق مع سامو الجيني والناحية التانية بنشوف المهرك جينجر مع الوحوش بتاعته مستنين الفرصة عشان ييجموا عليهم فبيطلب منهم الأول يتردون في كل حتة عشان يزرعوا الخوف في قلوبهم بعدها سام مع الجيني بيحاولوا دوره في المكان أكتر وبيشوفوا مبنى مرسومة عليه موبايل فبيفهموا انهم ممكن يستخدموه عشان يكلموا حد يساعدهم او يتصل بالشرطة وهنا جيني بتكون مستغربة من الشنطة بتاعت سام عشان يسننه كبير عليها وكمان شايلها معظم الوقت وبتشوف معه روايات عن الأبطال وجهة الوحوش وللأسف مش هيعرف يبقى واحد زيهم وقبل ما يكملوا كلامهم بيشوفوا برات شي عمال يتكلم معهم في المكان وبيرحب بيهم في عالم الجحيم وان المهرجين هيخلصوا عليهم بعد شوية وان هم لازم يشوفوا القائد بتاعهم واللي بنعرف انه هو المهرج جينجر وان الحل الوحيد عشان يخرجوا من هنا ان هم يخلصوا عليه وده عشان يقفلوا بوابة الجحيم للأبط ومع الوقت فان بيحس ان صاحباته اتأخرت عليه جدا وانه اكيد دلوقتي مع سام فلازم يدخل عشان يشوفها بنفسه ويعرف اللي بيحصل هنا ما يعرفوش ان هم عاوزين يهربوا اصلا من المكان ومش عارفين لحد دلوقتي واكي انهم بيلفوا في نفس النقطة من بدري لحد لما بيشوف وحش غريب جدا قدامهم وبيعرفوا ان هو بيأكل لحوم البشر وشكله مؤرف بالنسبة لهم وكمان ريحته مش احسن حاجة وبيعرفوا ان هم لو استمروا في المكان ده اكتر من كده هيموتوا فعلا لحد لما بيوصلوا فان على المكان هنا بيفضل ينادي على صاحبته لكنها مش بترد عليه وبيستغرب ان الاضاءة لسه شغالة في المكان على رغم ان عد سنين كتير جدا على السرك ده بيتحرك على السرك فعلا والناحية التانية بنشوف جيني وهي بتطم من سام ان هم يخرجوا من هنا عايشين لكن لازم بيسعادها الاول ويفكر ازاي ههربوا من هنا وبعدها على طول بنشوف صوت بيوجه فان على قوضة غريبة في المبنى وبيقوله ان صاحبته هتكون موجودة هناك فعلا وبيشوف الافخخ في كل حتة لحد لما الصوت بيعرف المكان وفي النهاية بيشوف الوحش في الممر عشان يخطفوا اصلا ويجيني مع سام بيكملوا الطريق بتاعهم طبعا محدش يعرف ان فان وصل على هنا واتخذ من الوحش من شوية لحد لما بيسمعوا صوته اخيرا انه هو بيسرق وبيفتكروا ان ده اكيد هزار مش اكتر ولانه السبب في كل اللي حصل من الاول والناحية التانية بنشوفوا حش مرعب عمالة بص عليهم ومستني الامر من القائد بتاعهم جينجر وده عشان يخلصوا عليهم ويكلوهم وكده كده ناكلنهم ماكلوش من سنين كتيرة فبيتحاول جيني ان هي تكمل الطريق وهي مرعوبة اصلا وده بسبب ان سام مش عاوز يتحرك معاها ومحدش عارف الاسواد دي جاية منين بعدها على طول كيان غريب بيهجم على سام لحد لما جيني بتحس ان في حاجة غلب بتحصل في المكان وبتعرف ان هو اتخطف فعلا من جنبها بتبدأ تحس اكتر بالرعب لكن لازم تكمل الطريق والناحية التانية الوحش بيخلي سام يهرب تاني لانه عاوز يخليه خايف منه مش اكتر وكده كده مش هيكله دلوقتي وبعدها بيشوف ايد مرعبة جدا بتخرج من الحيطة ومش فاهم ازاي ممكن تكون لبشري فبيقرر ان هو يهرب من المكان لكن للأسف الوحش بتحصره وهنا وحش منه بيسحبه للمرة التانية وكل ده جيني بتحاول تخرج من المكان بأي طريقة لحد لما بتشوف وحش غريب جدا بيقرب ناحيتها وهنا بينزل منه سائل غريب جدا ومقرف وطبعا مش عارف مصدره لحد لما بتكمل طريقها وبتشوف العنايك في كل مكان والشبكة بتاعتهم فبتعرف ان هي خلاصها تموت هنا فعلا لكن لازم تشوف سام يمكن يساعدها او تضحي به لحد لما بيصحى تاني من الاغماء وبيشوف الوحش سابته عشان يقرب للمرة الاخيرة في الوقت ده المهرك جينجر نفسه بيعرفه ان المرة ده هيطرده بنفسه ولقابض عليه للأسف هيتاكل وان غلطة عمره اللي عملها ان هو دخل على السرك بتاعه ولازم يتحمل نتيجة الغلطة دي وللأسف مفيش اي قدامه فرصة للهروب لكن بيحب يشوفهم خايفين منه لحد اللي مجيني بتسمع صوت سامه وبيسرخوا بيطلب المساعدة بنعرف ان ده فخ من الوحش اصلا عشان يمسكوها وبتشوف الاياد بتقرب منها لحد لما بتقدر ان هي تهرب منهم ولوضع للأسف بيخرج عن السيطرة تماما وفي النهاية بتشوف الوحش العين كبوت واللي كان السبب في الخيوط دي كلها عشان يعرف ان هو يخلص عليها دلوقتي وللأسف جعان ولازم يكلها بعدها على طول بيرمي راس واحد من الاتكل اخر مرة فبتاخد السلح من على الارض وبتقدر ان هي تخلص عليه وده حتى قبل ما يكلها الناحية التانية سام بيدخل على بيت رعبة في المكان وبيفضل يسمع الصوت المهرج بنفسه لحد اللي ما بيهجم عليه من ظهر عشان ياخد الشنطة بتعطي القصص بتاعته وانا سام بيحمد ربنا ان هو ما خدوش هو كمان وطبع ما كانش فارق مع القصص اللي اتخدت وان اهم حاجة يخرج من هنا عايش لحد لما المهرج بيأمر كل الوحوش ان هما يقبضوا على سام وصحبته جيني للأسف بيعرفوا ان الوحش العنكبوت مات بسببها وان هما لازم يتكلوا كعقاب على اللي حصل لحد لما بيخرج سام من بيت الرعب وده عشان يندع على صحبته في الاخر بيقدر ان هو يوصل عليها وسام بيعرفها ان هو لازم يدور على فخ جديد الوحوش بتاعته وده عشان يشدهم نحيته وفي الاخر يخلص عليهم في نفس اللحظة وبعدها الكهرباء بتفضل تقطع في المكان وتشتغل وده عشان يشتدهم اكتر لحد لما بيسمعوا صوت فان وهو بيسرخ للمرة التانية وبيطلب منهم المساعدة قبل ما يموت من الوحوش بيعرفوا ان هما لازم يساعدوا قبل ما يهربوا من هنا ويبقواش جوبانة زيه فبيدخلوا على السركة مرة تانية والوحش بتعزم نفسها على جسمه لحد لما بيقدروا ان هما يقطعوا منه وفي الاخر بيفتكروا كلام القائد ان ما فيش اي واحد فيهم هيتاكل الا لما يقبوضوا الاول على سام وجيني وان اهم حاجة دلوقتي يمسكوهم عشان يكملوا المهمة بتاعتهم لحد لما الوحوش بتخرج من المكان وطبعا سام بيتحرك على فان عشان يتطمن عليه بيعرفوا منه كل ده بيحصل بسبب واصلب من البداية وان الوحوش ما كانتش هتهجم عليهم لولا انهو عمل غلطة كبيرة وقبل ما يكمل كلامه بيشوف الوحوش كلها بترجع تاني عليهم للأسف ما كانش فيه قدامهم حل تاني اللي ان هما يهربوا من المكان ولازم كل واحد يجري في اتجاه مختلف عن التاني وده عشان يشتطه اكبر عدد منهم وده اللي كان بيحصل فعلا لكن في النهاية ومع الوقت بنعرف ان فان مش بيقدر يجري اكتر بسبب الاصابات اللي حصلت له من الوحوش في جسمه وكمان محتاج شوية روحه لكن المهرج جينجر بيشوفه عشان يشغل الالعاب ناحيته وهنا بتفضل تلف بيه على اقصى صور عشان جسمه يفضل يتقطع وبيطلب من الوحوش ان هما ممكن يكلوا دلوقتي بعد اللي حصل له وان هما لازم يمسكوا البيع عشان يخلصوا عليهم والناحية التانية بنشوف المهرج بيقبض على سام للمرة الاخيرة زي ما قاله وهنا بيعرفوا ان هو مش هيمد دلوقتي غير لما يقبض على صاحبته وان هما بيعملوا كده عشان يستمدوا قوتهم من البشر بدلا ما يتحبسوا في عالم الجحيم وعشان كده هما عايشين لحد دلوقتي من الاف السنين لسه بصحتهم وللأسف لو قتل اي واحد فيهم هيجي اكتر من واحد للعالم البشر بتاعهم وكده كده محدش هيقدر يوقفوا بماه ما حصل لحد لما بنروح على جيني هنا بتفكر ازاي ممكن تخلص على المهرج الملعون ده لحد لما بيظهر قدامهم وبيطلب منها تسلم نفسها عشان تتحرك على سام دلوقتي وقبل ما يخلص عليه اصلا بيظهر سام في الوقت المناسب بعد لما فك نفسه هرب وبيحاول انه ياخد سلسلة حديدة عشان يخلص على المهرج ده بيحاول يعمل كده فعلا وفي النهاية بنعرف انه هو عمل كده بعد لما خنقوا بالسلسلة ولوحوش كلها هتموت بعضه على طول وان اللعنة بتاعت الحديقة بتكون انتهت النهار ده بعد شوية النهار بيطلع عليهم عشان يخرجوا من الغابة وجيني بتشوف الطريق للخروج من هنا فعلا بعد لما الأنوان كرت مطفية ومش شايفين حاجة وهنا بتقوله انه هو مش هيحتاج تاني قصص الأبطال بتاعته اللي كانت معه في الشنطة وتسرقت بسبب انه هو بقى واحد منهم دلوقتي وبيخلص الفيلم لحد